ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل الصحفي سعيد عريقات أستاذ سعيد ما هو الهدف الذي تسعى إليه واشنطن من وراء هذا المؤتمر في ظل تأكيد وزارة الخارجية على أن المؤتمر سيشمل مناقشات وليس مفاوضات بكل تأكيد هدف المؤتمر كما هو معروف تشكيل تحالف قوي ضد إيران وهناك أيضا قضايا أخرى مطروحة في تقديري فقط لتزيين الفترينة منها قضية الشرق الأوسط بمعنى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن عمليا هذه أقحمت في هذا المؤتمر المؤتمر يهدف فقط تشكيل تحالف وأيضا جلب إسرائيل إلى هذا النوع من المؤتمرات التي تشمل دول عربية وتشمل أيضا إسرائيل إلى جانب الدول الأوروبية فإذا الهدف الأساسي من شقين أولا تحالف ضد إيران ثانيا جلب إسرائيل إلى حلبة التطبيع مع دول المنطقة وثالثا ربما طرح قضايا قد تجلب بعض الدعم لخطة الولايات المتحدة من أجل السلام المسمى بصفقة القرن من خلال إبراز شخصيتي كوشنر وغرين بلات الذين ستوجهان إلى المنطقة في نهاية هذا الشهر إذن هناك هدفين رئيسيين وهدف ثالث فيما يتعلق بمشكلة الصراع في الشرق الأوسط أو عملية السلام في الشرق الأوسط تأكيد وزارة الخارجية أن المسألة سيتم مناقشتها من خلال النقاشات وليس المفاوضات إذن مع من سيتم النقاش في ظل غياب الطرف الفلسطيني؟ مع الإدارة مع نفسها ومع حلفائها سيتم طرحها لأن نحن نعرف تماما أن العهل السعودي على سبيل المثال يوم أمس تأكد على موقف السعودية والموقف العربي الذي لن يقبل بأقل من حل الدولتين والقدس عاصمة لها وهذا لا يروق لهذه الإدارة ولا يدخل في حسابات الإعداد لعملية السلام وبالتالي في تقديري أن الولايات المتحدة تحاول من هذا المنطلق من هذه الزاوية تحاول جس النب لكيف يمكن لهذه الدول أن تتقبل بخطة السلام التي يقال أنه سيتم الإفراج عنها أو التصريح بها بعد الانتخابات الإسرائيلية ومتساب في المقبل فإذن هي تحاول جس النب دارك تحاول أن تحشد بعض الدعم لخطتها من أجل السلام طيب هل برأيك بالفعل سينعكس هذا المؤتمر بالسلب على القضية الفلسطينية؟ بكل تأكيد أي مؤتمر يحاول أن يخلق شرخ بين الدول العربية وفلسطين هو أمر سلبي لكن هناك أيضا معرفة هذه القضية قضية تمثل لب الصراع في المنطقة ومهما حاولت الولايات المتحدة أو إسرائيل أن تلغي ذلك ولن يكون ستبقى هي لب الصراع هناك التزام عربي في نهاية المطاف تحاول الإدارة أن تعزل الفلسطينيين وتجعلهم يشعرون وكنهم لوحدهم وتقلل من الدعم الذي يتلقونه سواء عربيا أو عالميا ولكن في نهاية المطاف هناك التزام عربي بهذه القضية في تقدير أن يتغير إذن من واشنطن الكتب الصحفي سعيد عريقات شكرا جزيلا لك